ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الحيوية واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي وأعضاء الحكومة وجميع المواطنين بمناسبة حلول الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة كما خص بالتهنئة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وجميع رجال القوات المسلحة المصرية البواسل بهذه الذكرى الوطنية الخالدة وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية مشيرا إلى أن الكلمة لها أصداء إيجابية واسعة على مختلف الأصعدة العالمية والمحلية كما أكد رئيس الوزراء أن لقاءات الرئيس السيسي في برلين عكست مدى اهتمام الجانب الألماني بتفعيل العلاقات الثنائية مع مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا مهما شكرا 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 شكرا